موسيقى 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 في فقرات الأخير اخترت مجموعة قواعد اشغلتني الفترة الماضية حتى افهم تركيبة السلوك عدوى في العدوى المصاحبة قالوا جاور السعي التسعد ومثلها قالوا جاور الراقي ترتقي وجاور الناجح تنجح وجاور المتفائل تكون مثله وجاور الطيب يصيبك طيبه ولأن الطبعة سرق ويصرق بانطباع عن ناس بدون ما ندري جالس الصالحين فإنهم ينفعوك لن يضروك فيه أناس طبعهم يكونوا شكائين بكائين متشائمين صحبتهم تجيب الهم ونظرتهم دائما فارغة وسوداوية وعلى النقيد تماما فيه ناس تصادفهم من يوم ما تجلس معهم وتقابلهم وتجالسهم بمجرد ما تفتح الأحاديث معهم تتفتح المباهج داخلك فأنت حر أيهما تختار وفيه اقتباس من جالس جانس والصاحب ساحب تعلمت قاعدة الارتقاء والمعرفة كيف؟ رح أقول لكم أنواع المعارف في اللغة العربية خمسة الضمير وإسم الإشارة وأشياء كثير ومن ضمنها المضاف إلى المعرفة يعرف إذن إضافة النكرة إلى المعرفة تكسبه تعريفا فأحرص على الصحبة أو تأحرص على صحبة المعروفين بعلمهم وحسن سريرتهم وثراء ألسنتهم وعقولهم ولا تضيف لنفسك قرين السوء لن يمكنك قرين السوء إلا سوء آخر ختاما أستشهد بهذا البيت الجميل عليك بأرباب الصدور أصحاب المعالي فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدر من علاك وتحقر خلاصة القول انتقي خليلك حبيبك انجليسك كتابك والطبع يغلب التطبع في أمان الله اشتركوا في القناة